اهلا بكم مشاهدين وهذا مجزل اهم واخر الاخبار من قناة الجزيرة مبشر مصر قرر الدكتور سعد الكاتتني رئيس مجلس الشعب رفع الجلسة المسائية للمجلس بعد دقيقتين من عقدها وقرر تأجيلها لصباح الغد لعدم حضور اي وزير من وزراء الحكومة كان مجلس الشعب قد اوصى في ختام جلسة صباحية اليوم بالبدء في اجراءات صحب الثقة من الحكومة على خلفية سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني كما اوصى المجلس بتحديد موقفه من المعونة الامريكية ومطالبة الحكومة باعادة الشيخ عمر عبد الرحمن وجميع المعتقلين المصريين في السجون الامريكية كما ناقش مجلس الشعب في جلسة صباحية قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني وقرار السماح للأجانب المتهمين فيها بالسفر قد غاب عن الجلسة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري الذي أرسل خطاب اعتدار عن الحضور فيما حضر عدد من الوزراء وفي مقدمتهم فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ووزير طيران المدني المهندس حسين مسعود ووزيراء العدل والتأمينات الاجتماعية للرد على الاتهامات المواجهة للحكومة بشأن التعامل مع قضية التمويل وفي شأن برلماني آخر اتهم أعضاء لجنة الإسكان في مجلس الشعب الحكومة بإهدار المال العام من خلال بيع الميال شركة موانئ دبي العالمية التي تدير ميناء العين السخنة بأسعار زهدة تصل إلى جنيه وربع للمتر المكعب في حين تعيد الشركة بايعه بستة دولارات وهو ما يهدر موارد ضخمة على خزينة الدولة قررت لجنة الاقتراحات والشكوى بمجلس الشعب إحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشرعية تمهيدا لعرضهما على المجلس لإقرارهما وينص مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعدته لجنة قضائية برئاسة المستشار أحمد ميكي على أنه لا يجوز للنائب العام أن يبقى في منصبي أكثر من أربع سنوات على أن يعين من قبل مجلس القضاء الأعلى وهو ما يعني إنهاء خدمة النائب العام الحالية كما أحالت لجنة الاقتراحات والشكوى أيضا قانون إلغاء التصالح مع رجال الأعمال المنسوب إليهم الاستلاء على المال العام إلى اللجنة التشرعية وقال الدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكوى إن مشروع قانون إلغاء التصالح مع رجال الأعمال سيلغي القانون الذي أصدرته حكومة الجنزوري قبل انعقاد مجلس الشعب بأسبوعين أكد المستشار حاتم بيجاتو أمين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن عدد من تقدموا اليوم لسحب استمرات الترشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية حتى عصر اليوم وصل إلى ثمانين مواطنا من بينهم ثلاثة من الأقباط ومعقن وقال بيجاتو إن إجمال من حصلوا على استمرات الترشح منذ فتح باب الترشح أمس وحتى عصر اليوم بلغ مائتين وثمانين مواطنا يأتي ذلك بينما تواصل مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات استخراج توكيلات المواطنين لتأييد مرشحهم للرئاسة أكد الواء عدل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن القضاء العسكري شأنه شأن القضاء العادي لا يتأثر بالرأي العام ولا يخضع لضغوط إيا كانت وقال المرسي في بيان له اليوم إن القاضي لا يحكم إلا بما يمليه عليه ضميره وبما هو ثابت بالأوراق وطلب البيان أجهزة الإعلام بألا تتناول القضايا المطروحة على ساحات المحاكم جاء بيان المرسي في أعقاب حكم البراءة الصادر من المحكمة العسكرية اليوم ببراءة المجند الطبيب أحمد عادل الموجي في قضية القضية المعروفة إعلاميا باسم كشوف العذرية وقع كل من وزير الخارجية محمد عمر ونظيره العراقي هشار زباري اتفاقا يتم بمقتضاء السداد الفوري للحوالات الصفراء المستحقة للمصريين العاملين في العراق سابقا وتبلغ قيمة مستحقات الحوالات الصفراء 408 مليون دولار تخص 670 ألف مواطن مصري ممن كانوا يعملون بالعراق خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين انتهى مجاز الأخبار ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي على الموقع ذاته إلى اللقاء